نروح بقى للنقطة الاهم الناس كلها بتتكلم هل هو ظالم ولا مظلوم هل هو اسلح النادي الاهل ولا لا هل رضا او عدم رضا جماهير النادي الاهل على التعاقد معاه هل هو حقيقي هل فيه كواليس لده رقم واحد المدير الفني كيم سانج المدير الفني ليتشون بوك الكوري هو المدير الفني اللي تولى الفريق لمدة موسمين ونصف وتقلق معاه جدا سوز لكن في الموسم الحالي بترى يغير الرجل من فلسفته وقناعته واكيد الارقام بتقول انها الفلسفة دي وتغيير الفلسفة دي ما كانتش جيدة لانه رقم واحد تشون بوك الكوري للموسم الاول من فترة طويلة لا ينافس على الدور بعيد تماما عن قلسان هاينداي الفريق المتصدر رقم اثنين على صعيد الشق الهجومي وده اللي يهمنا فريق تشون بوك الكوري مسجل فقط 29 جول في 23 مباراة في الدوري بتتكلم على معدل هزيل جدا جدا فيما يخط خط الهجوم بالكامل سواء سوزا او زماله اللي بالمناسبة هدفين الفرقة الاثنين وهنا يعرض دلوقتي ترتيب الهدفين الاول والتاني هم الجناحين هم جناحين دوليين في منتخب كوريا الجنوبية كل واحد مسجل خمس اهداف وهدف في الكاس يعني اجمالي الاهداف اللي مسجل كل واحد منهم ست اهداف سوزا مسجل اربع اهداف وهنجلهم الاربع اهداف بتوع الكاس دول وهدفهم في الدوري برضو باجمالي ست اهداف في المقابل سوزا عدد الدقائق وده مهم جدا لما اجا قيم لان انا هنا هل بحكم على حالة ولا بحكم على كواليتي او امكانيات اكتر لاعب لفت انتباه جمعير النادي الاهل وكانت بتطالب يوكر رقم واحد بالمناسبة عند مارسيل كولر قبل سوزا هم الاثنين اللي وافق عليهم الرجل وتمسك بالتعاقد مع ايا منهما كان جاكسون موليكا جاكسون موليكا اللي بيمر بموسم سيء جدا عشان كده بقولك ما تحكمش على الحالة على قد ما تحكم على الامكانية على قد ما تحكم على اللعيب فنية وخدراته وهل هو اللعيب اللي الفرقة محتاجه ولا لأ جاكسون موليكا الموسم الحالي مش محتاج ان احنا قرأ هنا فيه لعيب ممتاز على صعيد الامكانيات وهنا انا ما بقارنش ما بين جاكسون موليكا وما بين سوزا انا بتكلم على انه برضو الحالة بتاعة جاكسون موليكا اللي الناس بتطالب به الرجل السنائي دي تغير مركزه زي ما تغير المركز بتاع سوزا الرجل اللاعب في مكان غير مكانه ما كانش فيه قناعات كبيرة من المدير الفني بتاعه عدد الدقايق بتاع جاكسون موليكا اكتر بكتير من عدد الدقايق بتاع سوزا وسجل 6 اهداف جاكسون موليكا في الدوري ورغب انه بيلعب في بشكتاش وبشكتاش فيه نجوم كتير موجودة في الفرق كانت تقدر تساعد سوزا في المقابل لعب الموسم الحالي 841 دقيقة 741 دقيقة 941 دقيقة 8 مباراة ما يعادل دقايق لعب إن الرجل كان عنده تلت إصابات فهنيجي نقف هنا عند الإصابات والناس تقولك ده عنده تلت إصابات في موسم واحد فالرجل ممكن يكون عنده مشاكل فيما يتعلق بالإصابة ويغيب لقي تلت إصابات كانوا من تلت اشتراكات إصابات عادية جدا لكن الرجل غاب في ظل تزبزب أداء في ظل انخفاض معدل هجومي عام للفرقة في ظل إن الرجل عدد دقائي للعبها ما يماثل تمن مباريات كاملة سجل فيهم ست أهداف هدفين في الدوري وأربع أهداف في الكاسب